توصل تونس مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن لليوم الثاني على التوالي وقد التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سامير سعيد على هامش هذه اللقاءات السنوية رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أودير رونوباسو حيث قدم وزير الاقتصاد والتخطيط الخطوط الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة مؤكدا الحرص على تنفيذه تدريجيا بما يساعد على استرجاع نسق النمو والتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية من جانبها جددت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية لا سيما المتعلقة منها بإصلاح المؤسسات العمومية فضلا عن الاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليكن الذي انضمت تونس إلى عضويته سنة 22-2000 وكان اللقاء فرصة تم تداول خلالها حول مستقبل التعاون المالي بين تونس والبنك وفرص الاستثمار المتاحة التي تم ضبطها في أتور المخطط التنموي 23-2000-25-2000 ويسعى الوفد التونسي المشارك في هذه الاجتماعات إلى إعادة الملف التونسي إلى واجهة الاهتمام من خلال إلقاء مزيد من الضوء على الإصلاحات المزمع إنجازها بما يتماشى والوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وإقناع الجهات المانحة بجدية تونس وجاهزيتها على الوفاء بالتزامات الاتفاق المرتقب ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن الوفد التونسي بإمكانه استغلال الأوضاع الاقتصادية العالمية المتسمة بارتفاع نسب التضخم والانكماش لإقناع صندوق النقد الدولي ومن ورائه الشركاء الدوليين بضرورة الحصول على تمويلاً لخلق الثروة واستعادة الاقتصاد التونسي لدوره وتتنزل الأوضاع الاقتصادية التونسية في سياق عالمي متسم بالركود دفع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة نسب النمو لعديد البلدان بفعل ما يعيشه العالم من حصار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية من جهة وتذبذ بأسعار المحروقات وما ينجم عنها من انخرام في التوازنات العامة من جهة أخرى وفي هذا السياق توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.3% سنة 23-2000 مقابل 2.5% للسنة الماضية مرجحاً ارتفاعه من جديد بحلول سنة 24-2000